السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف حالكم شباب؟ رجعنا لكم أخيراً فيديو جديد جماعة الحمد لله ونقول لكم كل عام أنتم بخير وقفنا تقريباً لمدة خمس أيام بس عشان العيد والشياء هذه والناس تعيد وتروق ورجعاً لكم الحمد لله الفيديو هذا سوف نستعرض الستوب الناس الموجودة عندي في الدسكورد الله يعطيهم العافية كثير من الناس يشاركوا لكن اعذرون جماعة الخير سوف أخذ التجمعات التي تكون مثلاً أولاً تكون بي سي حقين الكونسل يمكن لديها حلقة ثانية أو نضع لكم بالحلقة اللي بعدها إذا أعجبكم الوضع وإذا أعجبكم الفيديو هذا جوعة الخير لا تكسر معي باللايك وسبسكرايب كذلك انشر الفيديو لأخوياك تراي سوف يفيدني كثيراً قربنا نوصل ٥٠٠٠٠ ما بقى لها شيء بسيط أقل من ٢٠٠ وحاجة فدعمونا كذا بكم لايك عشان نقدر نوصلها بإذن الله وكم سبسكرايب كذلك دعونا نطول الفيديو أكثر من هنا جوعة الخير دعونا نبدأ توفر جوعة الخير في المتجر مايك بي تي وكذلك ستاند بي تي وبرضه ستاند خفيف وفيه كذلك أربع منتجات في صندوق واحد اللي هو صندوق باسل اللي حق عليه الكمية جداً محدودة مايك بي تي جوعة الخير هو راح يكون المايك مستعمل في جميع فيديوهاتي إذا حاب تشوف جودة الصوت طيب جوعة الخير أول سيتاب عندي هنا بعد المشاركة طبعاً أنا حاطر رسالة جماعة الخير من خمس أيام أو ست أيام أمتاز كنت ناوي والله ننزلها قبل العيد لكن شفت أنه الأفضل أنه ننتظر مشاركات أكثر وننزلها بعد العيد ويكون فيه أكثر من سيتاب وأكثر من تنوع كذلك أن الناس تقدر تدخل اللي يقدر يلحق على الحلقة فبرضه موجود رابط دسكورد تحت إذا أنت حاب تشارك في الحلقة الجاية فنشوف الأول سيتاب عندنا هنا حق الأخ ريتو ريتو من الناس القديمة عندي سواء في بتوث تويتش ما شاء الله موجود دائماً وكذلك عندي هنا في الدسكورد فنشوف أول شيء يقول سلام عليكم وعليكم السلام هذا السيتاب المتواضع طبعاً نصر الشيء مزروفة ما شاء الله قل نبت من المطبخ حلو الطاولة برضو من المطبخ شلح المطبخ كله تمام ولكرسي حق الوالد جاي من مكان الشغل وزرفته البي سي موصولتي عندي هنا ممتاز الأمانة حق ريتو ممتازة بشيء واحد هنا اي سيفن عنده الجيل العاشر خيعته المرة ممتاز 10700 كي قابل كسر السرعة عليه من ذر بورد زي 490 ما بين الشركة لكن اوكي الرام 16 جيجا ولا بين الشركة والسرعات ما عنك اي مشكلة كذلك البور عندي 750 واط من كورسير ممتاز الكيس اللي عنده والمبرد من ليان لي طيب يقولك الكرت هنا 1050 تي اي اخذت مستخدم سبب أزمة كورونا سبغلاء الأسعار ومدري لماذا لم تغيرته السبب اني شفت اني مركز بدراستي وما ألعب واجد وللان هم كفيني 1050 تي اي طبعا يكون 4 جيجا الرام حقه مكفينه زيادة لانه كان يدرس على الجهاز اكثر شيء اكثر من يلعب اوكي الشاشات اللي عنده من بينكيو موصفاته 4K 144 هرتز اي بي اس على 1050 تي اي تمام يا ريتو ما اقول شيء قلتك لفتل بي سي كلفني 3800 من جمعه قبل سنتين حرصت اني اشتري ارخص القطع لدرجة راقب اسعار بعض القطع بشهور لما تنزل ارخص سعر بامازون وهو على ما اظن اغلى من كده طبعا حط صور طيور حين تطلعكم طيور في الصورة روز شفتهم هاجدين فوق الشاشة فقلت صورهم ويمكن تطلع حلوة طيب ويقول ان التجميع كشين مناسبة له لدراسة وكده وطلب رايي ان يعدله التجميع الامان زي ما يشوفون في الصور هنا الستوب جدا جميل بسيط صح ان في شاشة واحدة باللون الابيض كذلك عندك الكيس صاير مثلا ثلاث مراهة تبريد من امام مش الكيس اللي هو اتوقع اسمه هذا ماتين وخمسة عشر اذا ما اخبت ظني الكيس عقليا لي اللي كانت مراهة من الامام مفتوحة فتبريده جدا ممتاز والتبريد عنده مروحتين رح يكون اخراج فكان برضه شي ممتاز كذلك تطويرات في الستوب للامان يا ريتو كل شي ممتاز ما شاء الله تبارك الرحمن الا شي واحد اللي هو كرة الشاشة انا بالنسبة لي لو منك ريتو انه رح اطور كرة الشاشة اقل شي الـ 2070 مثلا على نفس الشاشة الموجودة عندي الـ 4K و ازيد عليها شاشة ثانية ممكن تكون مقاس 24 او 22 حاجة ديسكورد وشياء هذي اذا انت تحتاج اذا ما تحتاج شاشة ثانية؟ تمام لكن حالي نصيحتي حاول ترقي الكرت عشان تستخدم كذلك عندك الطاولة اللي هي حاجة المطبخ لا بأس فيها للامانة لكن انا نصح اطلق داع عامة في النص لان الطاولة هذه اللي زي حاجة اللي يطلعونها بره الناس يخذونها معهم تفتح من الجهتين تكون من النص ضعيفة قابل للكسر حاول انك تضع المسمار تحتها عشان يسندها لك اي شي اخر شو ممتاز في السيتاب للامانة ما في شي ثاني اقوله مكان جدا جميل رايق انا بالنسبة لي احب السيتاب يكون وراء الدريشة عشان لو صار فيه مثلا الجو حلو كذا تفتح الدريشة وتفرج كذاك تلعب امورك زي الفن فهذه اللي اقترح عليك تسويها لكن الباقي ما شاء الله تبارك الرحمن انا شوف جدا ممتاز مرتب جدا السيتاب من ناحية كامل ما ننجم تشياء هذه ما اهتم لها كثير للا امانة لانه نستغير قطع تبدل تفصل اشياء كذلك القطع ترتيب الكياب اللي عندك هنا ممتاز يعني ما هو كارثي بس ترمسات خفيفة ويطلع مطبوطة لك حانو ما نشجع انه واحد ما يتعدل كامل ما نجم تخليها سيئ لا حانو نحاول نقول خلّه مرتب زي كده ريتو ممتاز طيب نروح للسيتاب اللي بعد وانا طولت مع ريتو لان ما شاء الله ذاكرت ممتاز طيب بعد جمعت خير انا زي ما قلت في ناس كتير مشاركة كونسل والله اني ودي احطها هنا لكي خلونا نحط حقية البي سي في الحلقة هذي لانه الحلقة الجاية ممكن هتحققين الكونسل سوا او ممكن خليها الحلقة الجاية سوا لانه انا شوف من الاولى ومن وجهة نظري انه يكونون محققين البي سي سوا يعني هي التجميع والسيتاب غالبا يكون بي سي او افضل من كونسل مع انه الكونسل يعني لا بأس فيه لكن دعونا على واحدة واحدة عندي الشخص الاخر المشاركة الذي هو زي ون كاتب عبد الرحمن من العدم ما اعرف لك اتوقع اسم هذا او اسم شهرة وممكن العموم عنده هنا سيتاب بحقه سيتاب للأمان شكله ما هو مرة عنده مواصفات ممتازة للأمان عنده اي فاي في الجيلة 13 13 400F الكرت من اميس اي الناس كثيرا تكرر الكرت هذا لكن الأمانات سعره يشفى له يا جماعة وراح يمشيك في الألعاب والله العظيم 8 جيجا للرام للكرت ستكرر فيك وزيادة الحين وبعد سنة وبعد سنتين وبعد ثلاث سنوات اذا تفكرت بعد خمس سنوات الرامات اللي عنده هنا 32 جيجا سرعتها 3200 اتوقع انها دي ار فور الماثر بورد اللي عنده بي 660 مايكرو وعنده واحد تيرا امده 2 وكذلك ما ذكر الشركات للأمانة اقدر الماثر بورد والرامات والامده 2 وذاكر هنا الباور سبلاي 650 مواط والكيس عنده ثرست لاير توقع هو شركة صينية لكن تباع عنده امازون الشاشة اللي عنده هي الاسر نترو المعروفة الاسر نترو 180 هرتز توقع Full HD الاكسسورات اللي عنده هنا او القطع الموجودة عنده سيكون الكيبورد K500 ميكانيكي وماوس Logitech G203 سماعة من زورد وساعة مكتبية وستاند جوال وإضاءة ممتاز البي سي كلف عليه توقع كل استيطاب مع البي سي كلف كل شيء 480 ريال توقع قيمة مرة ممتازة للأمانة والتجميع شخصي وتركيبي يعني هم ركبهم جمعهم نفسه بدون ما يطلوح من أحد فهذا اللي منزل القيمة للأمانة هو شيء مرة ممتازة طاولة مشرايتها موجودة عندي من قبل والكرسي المكتبية عشان راحت الظهر ممتازة يعني كالس القيمج بعضها الامانة التكلم الرخيصة خالصة سيئة جدا وهذا ممتاز لعبها صح أنا طبع من الأسة ذكرت يا جماعة خير قلت هل تنصح البي سي حقك ولا هنا قال أني أنصح البي سي يريد لعب وشغل عادي يعني ما وجهت أي مشاكل لله الحمد وبما أني اي فايف فما أحتاج مبرد قوي فأخذت مبرد عادي شيء ممتاز كده باقي اللمسات بسيطة تبوها ما وصلت لكن حلقة جاءت قبل أشارك طيب يقولون في بعض الأشياء راح أطورها في السيتاب لكن المعنى السيتاب حقه ممتاز لا بأس فيه يقولون اكسسورات إضافية لكن أغلب الصور في الظلام فمهم بين الأمانة الكياب والشياء هذه فلعبها صح برطه إلا في الصورة واحدة فيها بالنور طيب من وجهة نظرية الكيس عنده أو التجميع صار أبيض أسود فحلو هذا أنه يجيب له خيارات كثيرة للأمانة لأنه لو يجيب قطع سودة ما حضر أو يشتر قطع بيضة ما حضر فأشياء مره ممتاز لكن اللي يشوف هنا في التجميع هذه كل شي فيها ممتاز لكن ينقص جوعة الخير أنا بالنسبة لي ممكن أشوفها مهمة جدا أن يكون هناك شاشة ثانوية لكي تستعرض فيها مثلا الديسكورد وتشغل عليها يوتيوب وأن تلعب وتسالف أو ما الشيء هذي أو حتى تكون فيها اختصارات أشياء كثيرة لأن تحتاج إلى شاشة واحدة ممتاز الشيء الثاني اللي هنا ألاحظت أن الطاولة ممكن تكون شوي ضيقة أنا أتوقع لو في طاولة أكبر عشان تريحك أنت برضه في الجلسة لو تضيف شاشة ثانية تقدر كذا إذا أنت مرتاح بها ممتاز للأمانة أي شيء لو في إضافات سأضيفها في الستاب هذا ونصيحة لا يوجد شيء للأمانة إلا ممكن الجدار الخلف البي سي أنه صار فاضي يعني لا يوجد شيء لو تعطيه إضاءة مو شرط أنها إضاءة نانوليف تشتريها بألف ممكن تشتري إضاءات مثل هذه الموجودة هنا ترقيمة 100 ريال توقع تعطيك شكل جمالي وتغيير شكل الستاب كبير الباقي للأمانة شيء ممتاز الله يبارك لك في جهازك يا حبيب الشخص الثالث المشارك عندنا اسمه سير يوسف هنا قال السلام عليكم وعليكم السلام يسير يوسف يقول أنا من جدة حيا الله أهل جدة كله والجميع كذلك سيشارك في الستاب موجود في البي سي من 2018 ماشاء الله هذا شخص موجود من 6 سنوات في البي سي المواصفات البي سي حقول الكرت كذلك RTX 4070 سوبر شيء ممتاز جيجا بايت زي 790 أفضل جيجا بايت قيمة مقابل سعر هذه المواصفات للأمانة الرامات الموجودة هي الكورسير Vengeance RGB DDR5 32 جيجا 16 16 لكن لا أذكر السرعة شيء ممتاز جداً هناك SSD سيكون من سامسونج سامسونج 1990 برو 1 تيرا ممتاز كذلك لديه SSD من كينغستين 250 جيجا ممتاز كذلك الكيس من NZXC H6 رجعناه في آخر تجميع سويناها لكن نسخة الارجبيلي كانت عندنا هنا مبرد لنفس المعالج المعالج يحتاج تبريد مائي طبعاً أو مبرد هوائي احترافي جداً كذلك وكذلك الشاشة للألعاب السيارات ستكون Acer 165 هرتز وكذلك 27 انش ممتاز شاشة البرامج الأخرى ستكون LG متعاقد مع LG 570 هرتز 21.5 انش 22 انش السماعة الموجودة هنا HyperX Cloud 2 ممتازة هذه أفضل سماعة تشتريها 300 ريال ستحصلها أقل لأن Cloud 3 أو هذه الوائرلس سماعة جداً ممتازة كذلك الكوادكاست اس الكوادكاست اس الجديد رجي بي ما يكون لونه ممتاز كذلك وكذلك الدركسون من T300RS لا أعرف الماوس من ديفو نسخة الوائرلس كيبر صيني ريت سويتش وماوس باتصين سبب الشراء يقول أني ألعب وأستخدم جهاز للعمل ممتاز أنصف جميعا لكن سعرها جداً مرتفع يعني ما تصلح لبعض الأشخاص أكيد سعرها مرتفع ما شاء الله ما شاء الله i7 الجيلة الـ 14 وفيها ثلاث شاشات و 4.070 سوبر طبعاً لكن ما شاء الله الله يبركك حلالك سوف نشاهدون التفاصيل ومرة ممتاز لا من ناحية لا من ناحية ألوان كذلك السطح الطاولة جداً جميل وكذلك هناك حركة ذكية جداً سواها أن يجعل الطاولة من جهة فيها أدراج ومن جهة فيها أرجل فتعطيه مساحة جداً كبيرة أن يستخدم دروكسون والكيبورد والشياء هذه ومستفيد جداً من السطح الطاولة للأمان الطاولة جداً ممتازة وترتيب الشاشات عندك جداً جميل لكن أنا أشوف أن الشاشة الثالثة هذه لو كانت يمين الشاشة الرئيسية ستعطيك رؤية أجمل يا حبيبنا يا يوسف الموسبة تعجبني الأمانة تصير كأنه كلاسيكي كذا ممتازة والإضاءة ما أعطي شكل جمائلي اللونها أصفر هذه أتوقع تأتي بثلاثة ألوان تخليها فالأمانة ما شاء الله أنا أشوف ولا غلطة في السيتاب هذا فعطوني رأيكم فيها أنا أشوف الأمانة إنه هذا ممكن أفضل السيتاب شارك إلى الآن لكن ما شاء الله متكلف عليه تكلفة عالية جداً لكن تستاهل هذا ستكون شخص مستثمر في البيسي الله يبارك لك يا سير يوسف للأمان شيء مرة طيب نروح للمشاركة الرابعة لجماعة الخير اللي هو من سي بي الأي ثري آر أم أتوقع آرم أو آرم أو شيء كذلك اسمك أعرم ما أدري حياك الله السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومعك راكان حياك الله يا راكان كل هذا السيتاب من أحده طيب السيتاب سيكون من فيها آيفا في الجيل 12 و4060 تي آي تبريد مائي من أغيرا شركة صينية طبعاً 2040 ميلي والكيس هاي اند آه كيس شركته هاي اند مو انه هاي اند لا اسم الشركة هاي اند أوكي اسمه كوفيد لك فينا شرر 55 التخزين الموجود عنده هنا راح يكون 2 تيرا عنده 2 من اكس بي جي ممتاز كذاك الماذربورد أفا اسوس ال H6110 أوكي زايد عنده كونسل سوني راح نخلي السيتاب حق الكونسل على جنب راح نذكر بعد شوي عنده شاشة اللي هي سوبر الترا وايد من الجي جمعة الخير اللي تكون دقتها يسمونها 5K اللي 5120 في 1440 اللي راح تكون شاشتين 144 جنب بعضك يسمونها 5K لانها سوبر الترا وايد ستكون طولية راح ورأيكم صورها الآن وكل اكسسورات اللي موجودة هنا من هايبر اكس كوادكاست مايك حق هايبر اكس المعروف كل ناس عندها كذلك في راح يكون الماوس من لوجي تيكا 305 ماوس خفيف و ويرلس ورهيب كيبورد الكي 673 من ريد راقون كيبوردات ريد راقون معروفة متوسطة الأداء متوسطة السعر و أداءها ممتاز مقابل سعرها زماعة هايبر اكس كلاود 3 و الممتاز و الكام القاتو إضاءة عندي إذا ما أتوقع أني زارفها طيب يقول عنده كام القاتو و عنده كذا أشياء زارفة عنده من الإضاءات و أستخدم الستتاب لإنتاج المحتوى لكن باقي مبتدئ الله يبارك لك إن شاء الله يراكام بإذن الله نشوفوك شي عالي بإذن عنده الشاشة يستفد منها 5K لأنها تنقسم شاشتين مثل موجودة في السامسونج اللي هي الجي ناين تقدر نفس تشبكة بها كابلين HDMI أو كابلين تشبكة على نفس الجهاز يفصلها لك الشاشتين أو ممكن تشبكة على الجهاز وبلاي ستيشن يضع لك واحد هنا 27 إنش للVC و 27 إنش الثانية للبلاي ستيشن الكويس في الشاشات هذه الطويلة أن يكون بابها فاصل بين شاشتين فهذا شيء لأمانا شيء ممتاز اللي مهتب توقع نوع أخذها من أمازون وتوقع سعرها معقولها لكن ما أدري إذا هي على اهتزاز وهذا ما أعرف عنها شيء لأمانا أن أشوف حاليا أن التوصيل عندك لقدام البي سي مفروض خرها شوي وترتيب البي سي بس الكيس نفسه ترتيب بسيط في الكابل منجمة داخل البي سي أنا ما أدري إذا أنت مجمعه ورغم جمع لك أحد لكن الترتيبات بسيطة ويضبط إن شاء الله معك كل شيء أضع كارتين القطع عندك هنا مع نفس السيتوب أعطي إضاءة، أعطي صور أعطي إضاءة، أعطي صور أعطي إضاءة مكلف عليك توقع إضاءة مئة ريال مثل الموجودة عندي يسمونها اللوب لايت أو مثلا اللي عندي هنا الخلف الكاميرا اللي هي النانو ليف ما رح تكلف كثير عليك فمو مش هارطة نانو ليف شاومي لا، نانو ليف العادية تكون موجودة على إكسبرس تعطي شكل جمالي وكذلك تعطي شكل السيتوب ولا تكلف عليك لكن من ناحية القطع إن شاء الله ممتازة الله يبارك لك إن شاء الله وكذلك نفس الشيء لا تنسوا ذكر الله الله يبارك لك يا حبيبنا عندنا المشاركة الخامسة المهي قبل الأخيرة هي من ميستيك ويز أو اسمه مشاري وعليكم السلام يا مشاري حياك الله مشاري أو ميستيك يقولك أنا من أهل الدصم يا أهل ربعي وأهلي يا أهل ومرحبا يقول سكان رياض يا أهل الله حياك وهذا السيتوب حقي أوكي أبرمجوا أعلى عنده سيتوب بي سي مبار مجيئة طيب فنشوف أول شيء عنده لابتوب هنا راح يكون ماك إير أوكي اللي هي الامتو تشيب حق السنة الماضية توقع ولي قبلها وحتى نسخة الواحد تيرا ما شاء الله 24 رام ممتاز طيب هذا اللابتوب يستخدم متوقع كأعمال أخرى لكن البي سي هنا ندخل عليه وندخل بشغل الجامد هنا عنده الجيل 14 نفس الشيء 14700 كي اف الناس تأخذ الكي اف لأنه أرخص بـ 200 ريال تقريبا من الكي يعني ما في فرق فلا أداء نفس الشيء طيب الكرت الموجود هنا RTX 4070 Ti Super الكرت هذا جدا غالي جماعة الخير لكن أداءه فيه ما شاء الله الله يبارك لي اللي هو نسخ الألترا شركته عشما ذاك بسكاتل أنه ألترا أوكي المدربورد هنا من Colorful اللي هي CVN أوكي Z790 الفروزن دي 5 طيب أنا قد استعملت مدربوردات كالرفول اللي استخدمت Z700 عذراً Z490 المدربورد ممتازة وفيها مواصفات جدا كثيرة وفيها بروفليات تكسر وكل شيء ممتاز لكن مشكلتها تحديثات بـ BIOS قليلة جدا لها لكن لأمانة كمدربورد مواصفاتها قسطورية فهنا أضع نفس المدربورد لك الجيل الجديد منها الرامات التي أخذ تي فورس اللي هي تيم جروب الدلتا الـ RGB 32 جيجا 16-16 وممتاز لديك DDR5 طبعاً هنا M.2 من سامسونج 990 Pro 1 تيرا كذلك Kingston 500 جيجا للنظام ممتاز الباور سابلاي لديه كورسير RM 750E أغلب الناس لديه هذا لأن سعره ممتاز للأمانة الكيس الموجود هنا ما شاء الله هو الأسس GT 506 حق تف طبعاً قليل من الناس لديه الكيس هذا لكن الكيس جميل ما تشوف كيسات أسس كلها جميلة لكن مشكلتها سعر تكلفة عالية طيب المبرد الموجود هنا اللي هو الفورزا هالو 360 ملي الشاشة اللي عنده هنا جوة أخيرة اللي هي للسامسونج الجي سيكس الجي سيكس واحد من أفضل الشاشات للأمانة أن تكون على 2K وأن تكون 240 هرتز لكن أنها فيه الشاشة أحسن وممكن تحصل أحسن فيها مثلاً خيارات كثيرة للأمانة خاصة عند مثلاً الجي في الشاشات لكن بشكل عام ممتازة الشاشة هذه السماعة اللي عنده هنا هي الـ A50 من أسترو حلوة وسماعة اللابتوب اللي هي السوني الـ 005 أوكي الـ WH-005 ممتاز عنده ماوس اللي هو Logitech Quark عنده ماوس Glorious Model O عنده اثنين يعني واحد لللابتوب واحد للبي سي وابح والكيبورد اللي هو الـ K500 حق Logitech وعنده الكيبورد الثاني الـ Logitech Quark اللي هو العادي ممتاز الموثبت عنده هنا من Origin والمايك عنده الـ Broadcast طيب زي ما شاهدون هذا السيتاب اللي طال عني حين قدام إن شاء الله الكيس جداً جداً جميل حاطة الـ الرف اللي حاطة للشاشة عشان يرفعها شوي جنب اللابتوب أو الآيباد لكن أنا عندي أشكالية واحدة لأمان شكله السيتاب جداً جميل وأضاف صور إضافية بآخر شي عندي هنا السيتاب مرتب والكيبورد ممتاز وكل شيء ممتاز لكن أنا عندي تعقيب شيء واحد فقط يا حبيبي يا مشاعري اللي هي تحتاج طاولة أكبر شيء بسيط لأنه تحسد الدنيا صح أن كلها ملموم على بعض لكن الشغل ممتازة لكن وقت اللعب أنا أتوقع أنه ما تجد تتحرك برياحية راح تحسد أنه سمسوي لك بلوك لكن الأمان أنه من ناحية الرتيب ومن ناحية أنه منصة عمل ومنصة جيمينج وكذا الأمانة شيء مهرة بطل والسعر كذلك توقع تكلفته جداً على يا جماعة يا عشاء الله الله يفارك لك يا مشاعري ما ذكر السعر لكن الغرضة اللي حاطة أنه يبرمج وكذلك أنه يشتغى عليه جيم فهذا شيء ممتاز كذلك نروح لآخر مشاركة عندنا هنا طب في ناس كثيرة في حقين الكونسل إذا أريد أن نقوم بحقين الكونسل حلقة الحال اكتبوا لي تحت إذا تريدون أن نقوم بحقين الكونسل مخلطة كونسل و بي سي اكتبونا كذلك التعليقات لكي نستطيع أن نختار بإذن الله طيب نروح لآخر مشاركة هنا من لين السلام عليكم وعنكم السلام يا لين عندي السيتاب من زمان وغيرته ولكن نقلت مأقته صورة السيتاب من زمان نقلت مكان جديد وهذه الصور قديمة ممتاز قطعة لم تغيرت إلى الألترا وايد المواصفات البي سي ليس مذكورة بشكل ممتاز للأمانة أتوقع أنه شأساسية اللي هو الـ i7 الجيل التاسع 9700KF كارت اللي هو الـ 2060 سوبر روما 32 فقط هذا المذكور من المواصفات أتوقع أنه منسية لكن على العموم في قطة عنده الموجودة هنا أنه السماعة الموجودة الجي 733 أنا جربت قبل الجي 933 قديما يعني ممتازة جداً هذه توقعت زيها لكن سلكية الكي 87 رويال توقع اسمه الـ RK رويال معروف الكيبورد هذا ما موجود في أمازون وقيمته معقولة وأنه هوت سواب عندها شاشتين الشاشة الأولى كانت عندها شاشة شاومي الترا وايد وغيرتها لشاشة أسوس تف الترا وايد وعندها الشاشة الثانية من MSI ناسي الموديل لكن قديمة من 2017 البي سي تقريباً هذا هو موديله تقريباً القطع اللي أشوفها هو واضح من جمع من 2017 إلى 2018 لأنه الجيل التاسع من 2016 هذا الوقت السوبر 2018 إلى 2018 فالشيء اللي غيرتها فقط الأشياء بسيطة اللي غيرت الشاشة الشاومي لأسوس وتقول كل قطع نفسها الباقي تقول حتى القطع اللي في الصورة بسك الصين يا شاعر يعني نفس القطع ونفس الجلسة بس الله ما تتغيرها وفي موجود عندها شاشة ثانية حق الكونسل لكن ما ذكرت أي مواصفات عنها موجودة عدراً فيها تلفزيون من TCL اللي هو ب 1500 ريال الصدق إذا تبقى شيء محترم ومنطفر خذ 4K في نسخة منه 120 هرتز أوكي معروة الصورة حوزة مرة أتكلم صورتها السريع مرتبت شيء مو مشكلة لكن على العموم مواضح أوكي فيها مواصفات كمان زيادة يجب معنا أقرأ طرازين موجود عندي في الدسكورد هنا فاعذروني لو ما جاءت مرتبة بشكل صحيح فهنا كذلك الماوس من الجي 305 والمايك سولوكاست وقت ما نزل والحين رح أغير فيفاين لأنه أطلق الفيفاين صارت كويس والسولوكاست كويس كلهم فيهم الاثنين مو كويسي لكن الديناميك سيكون الفيفاين والسولو سيكون زي هذا كوندنسر كوندنسر إذا كان ما كان عندك هذه ما عندك أي مشكلة لكن إذا كان عندك إزعاج جهاز تنزل المايك على آخر شيء وتقرب له المايك تقرب لك المايك يعني عشان ما يطلع صوت الناس اللي حولك لكن على العموم هذه الغرفة الموجودة حق لين الأمانة مرتبة جدا لكن مكان سيت أب الستوب هنا حلو واضح أنه كان مرتب لكن كشوه فيه إضافة فصار فيه شوية تتوسع أنا من وجهة نظري يا لين أنه نفس البي سي يتغير مكانه مكانه موجود فيه ممتاز بس لو تقدم شوي عشان يعطي مساحة للشاشة حق نفس الالترا وايت هذه ترجع شوي ونفس الشاشة الموجودة المثبتة بآرم اللي هي الامس آي نزليها شوي علشان الكياب الموجودة هذه تترتب وتدخل ورا الشاشة الثانية يعني الكياب اللي طالع من شاشة الميس آي تصل لها ورا شاشة التف ممكن تثبت بتيبة أو أي شيء والباقي كله ممتاز هذا هو اللي نشوفون الأمان شيء ممتاز جدا ما في شيء يعني حتى هنا في مطعم وماك كما تتوقع لا مماك أبوبايز توقع أوكي وفي فوق حقية لست فاس 2 أو لست فاس أوكي بس بار 2 لا في هنا حط غيتار أوكي الديكوريشن كويس يعني أهم شيء أن الجلسة مريحة طاولة وسيعة وفي دراجة توقع حقية أليكسينا توقع طويلة من إيكي لكن اللي أشوف أنه بس يحتاج شوية ترتيب والأمور سليم للأمانة فالبي سي الأخير زي ما تشوفون يا جماعة الخير حق لين يعني خلنتكلم من 2017 إلى 2018 إلى الآن ستستعملوا كاستخدام جيمينج واستخدام شغل يعني أو منتاج فيمشي الحال فلا نطور البي سيات عندنا يا جماعة الخير كل خمسة شهور ستة شهور ما يحتاج يجب أن يشوفون كثير من مشاركات مثل ريتو مثل لين معهم أجهزة موجودة من زمان سنتكلم عليها أقل شيء يعني حق لين من 2017 و2018 من اسماء القطع وكذلك حق ريتو عليها 1050 تي آي فجلسين الناس مستمتعوا ولاعبوا ماذا فصح يا جماعة كثير من الناس في الأونلاين يشوفونه لا يجب أن تشري ولا يمشيك في الألعاب ولا ماذا ماذا كثير من الناس يلعب ألعاب 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 لا تحتاج أن تأخذ شيء غالي مرة وشي تتكلف لا أنت تستبع عندك وريح وأهم شيء جلسة مريحة وبسين مشي لك أمورك ومشغلك مثل مئة وعشرين مئة وعشرين مئة وعشرين هيرتز وارتع مبسوطة فكتبوا له هنا التعليقات جماعة أخير أي واحد من الستبات هذه أعجبكم أي واحد تحسونه مرتب ورهيب يعني متعوب عليه وبرضه أي جماعة إذا أردت شارك موجود رابط ديسكورد تحت أول رابط أحييكم الله جميعاً كان معكم باسي جبعاً من قناة باسي تكنولوجي سبحانك الله بحمدك أشهد الله إله إلا أنت ستفرقته إليك ورح نقطع بإذن الله رجعنا بعد العيد بمقاطعة كثيرة أخليك قريب أفعل الجرس لتنبيه فنشوفكم على خير في أمان الله